موسيقى موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين نود في هذه الدقائق المعدودة أن نسلط الضوء على قضية مهمة تشاع وتطرح بقضية مدروسة ومخطط لها من قبل الإقصائيين التيميين الذين اليوم يملؤون الساحة قتلا وتكفيرا وإرهابا وهي قضية السرداب والمسردب ويسخرون من الشيعة على أساس أنهم يؤمنون بشخص يمكن أن يعيش لهذه الفترة الزمنية وهم بذلك يخالفون القرآن والسنة النبوية الشريفة فهم تناسوا قصة نبي الله يونس سلام الله على نبي الله يونس في هذه القصة كما يطرح المرجع الصرخي في محاضراته العقائدية أن الله سبحانه وتعالى يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فكل شخص يقارن أن الله سبحانه وتعالى يقول بإمكان لولا أن كان نبي الله يونس سلام الله عليه من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لبقي يونس في بطن الحوت ولا بقي الحوت إلى يوم يبعثون وبحساب وقياس الفترة الزمنية فإن يونس سلام الله عليه عاش قبل الإمام المهدي عليه السلام بآلاف السنين فهل الآن تنكرون كل عاقل من التيمية إن كان لديهم عاقل من الإقصائيين هل ينكر القرآن الكريم ينكر على الله سبحانه وتعالى إمكان بقاء الحوت ويونس في بطن الحوت في البحر إلى يوم يبعثون من جانب آخر فهم يشنعون على الشيعة على أتباع مذهب أهل البيت سلام الله على أهل البيت لأنهم يؤمنون بالسرداب والمسردب ويقولون الشيعة كل يوم يسلمون على السرداب ويقولون يا مهدي يا مهدي أولا لا يوجد شخص من أتباع مذهب أهل البيت يؤمن بهذه الفكرة أي لا يوجد شخص يؤمن بأن المهدي لا زال في السرداب إنما السرداب استخدمه الإمام المهدي لمدة دقائق أو لساعة أو لأسبوع أو ليوم للابتعاد عن أنظار السلطة الحاكمة وخرج من باب آخر أو من نفس الباب بعد زوال الخطر لكن عندما ترجعون أيها التيمية إلى تأريخكم وكما نقل المرجع الصرخي في محاضراته العقائدية نجدكم إنكم تؤمنون بقومي العسل والسرب وكما ينقل الطبر لتفسير قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فأنتم تؤمنون بوجود قوم بيننا وبينهم نهر من العسل لآلاف السنين لمئات السنين يعيشون ولا نعلم بهم أين يعيشون ماذا يأكلون أيضا تؤمنون بوجود نفق قوم النفق تقولون أن الله هناك أمة من أمة موسى أو فئة من فئات التي كانت تتبع موسى تبرأت من الأسباط عندما قتلوا أنبياءهم وفتح الله لهم نفقا من مصر إلى ما أو من بلاد الشام كما يقول المرجع الصرخي إلى ما وراء الصين فهل يوجد عاقل يحترم نفسه وعقله وإنسانيته يؤمن بوجود نفق من مصر أو من بلاد الشام تحت البحار والمحيطات والجبال والمساكن والعمران حتى مع تطور الصناعي التكنولوجي بوجود الآلات لا يمكن حفر هكذا نفق ولا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يؤمن بهذه الأسطورة والخرافة التي يمررها عليكم أئمتكم ومقارنة بها سلام الله على المسردب وعلى السرداب الذي استخدمه الإمام لمدة زمنية معينة للإتعاد عن السلطة الحاكمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين